أيمن كغيره من المواطنين يفضل اقتناء ملابس العيد لطفله قبل حلول شهر رمضان هي عادة ترسخت لدى عديد العائلات الطيفية مؤخراً ولكل عائلة أسبابها أصحاب المحلات وجدوا في هذه الحركية فرصة للربح خاصة بعد ركود التجاري الذي عرفته عاصمة الولاية مما دفع المواطنين إلى التدمر من التهاب الأسعار الأسعار غالية غالية بالسفيني يحلل اللي ما عندوش غالي بزيب خويا غالي حاجة اللي كان ندير ثمائة ألف أنسامبل تلقى ستمائة وخمسين اللي عندو ربع أولاد ستمائة وخمسين فوقات قده أولاد خويا نشمو وننورو ماشي قلمانا نخدموا بالسومة هذيك ولا لا غالب السلعية لي جات زيدة الأسعار غالية في بلاستها اسم ذوك التاجر بيروح ويجيب السلعة ومنها ماش حاجة سهلة ماش حاجة صغيرة يعني كلش غالي ماذا بينا نهبطوا في البري بينا نبيعوا كونتيتي كبيرة بسح الله غالي ماش بيدينا هي أعباء مالية كبيرة تتكبدها العائلات الصيفية تضاف إلى مصارف شهر رمضان وسط تراجع كبير في القدرات الشرائية